أداب الطعام نعم أولاً لابد التسمية قبل الطعام تقول بسم الله قبل الطعام قبل الشراب إذا نسيت تقول وقت ما تذكر لكن تقول بسم الله أوله وآخره طيب إذا شبعت تحمد الله لأن هذه نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك أي الطعام يقدم إليك تريد تأكل كل وإلا لا تأكل أما تقول هذا طعام غير جيد هذا لا جوز ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعام قط عليه الصلاة والسلام نعم الأصل أن تأكل وجوباً باليد اليمنى كبير الأكل باليد اليسرى تأكل بالملعقة أو بالشوكة ما في مشكلة لكن ينصيح أنك تقطع السكينة هنا والشوكة هنا وتأكل باليمنى لا العكس نعم وتأكل بثلاث أصابع نعم ثلاث أصابع فقط لا لا تأكل هكذا بالخمس تأكل وترمي نعم نعم يكبس هاتها ويرميها أصابع لا ويأكل الإنسان الأصل أنه يقسم المعدة إلى ثلاثة أقسام قسم طعام وقسم شراب وقسم يتركه للنفس نعم ولا يأكل حتى يشبع لا إلا نادر يعني الذي أتعب الناس اليوم كثرة الطعام والشراب يعني وقت الفراغ مجرد يجد فراغ يذهب للأكل للشراب يأكل أي شيء مكسرات كذا نعم وجدت وقت فراغ روح صلي يقرأ قرآن يغفر صلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغت فانصب نعم عندنا إشكال في الشرب الماء يعني الماء هذا القرورة يشرب هكذا يجعل هواء يدخل فيها نعم هذا أدخل الهواء إلى هنا التلوث الماء ابعد عم فيك يشرب هكذا نعم يعني لا لا يتنفس في الإناء ولا ينفخ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بركة الطعام الذي ذهب فوره يعني ليس الحار اللي فيه دخان نعم الآن لو عندنا إناء فيه طعام الأصل أنا أكل من أمامي لا أكل من أمام هذا الأخ اللي أمام أنا هنا عندي قطعة لهم صغيرة وهو عنده ما شاء الله قطعة كبيرة هيا سحنا تعدى عليه ترضى بالذي قدر الله سبحانه وتعالى لا تتعدى عليه وتأكل من أمامي نعم إلا إذا كان الطعام أصناف مختلفة كرونيكاك مثل مثلا يعني سلطة أنواع مختلفة هنا خس وهنا حمص وهنا مثلا أي شيء نعم إذا مختلفة يصح لكن تعد إلى هكذا ليس من أمامي نعم من أكل كثيرا تشرب كثيرا ونام كثيرا فالنتيجة خسرة كثيرة قلنا يا صحا تشبع أحيانا لكن هذه لا تجعل عادتك دائما نعم لابد أن تتحرى الطعام الحلال لا تدخل إلى جسدك إلا الطعام والشراب الحلال لكن يعني طبعا دون تنطع بعض الناس يعني يتنطع يتجاوز هذا الحد لا 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 شكرا